السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اليوم سنعطي فائدة عن البصيرة هناك عديد من الناس يتكلمون كيف تفتح البصيرة ولكن قبل هذا سأدعكم مع هذا المنظر الجميل كما ترون في الفيديو هو من الطبيع الذي خلق الله لنا هذا خلق الله الذي خلق لنا لتمتع في الأرض لأن الله وعد أنه لن يترك أي شيء نريده في الأرض لأنه لا يوفره لنا يعني يوفر كل شيء كما ترون المناظر الطبيعية والجبال نظر رائع الحمد لله لكل شيء يعني الله لا يترك شيء لإباده هناك من يسأل عن البصيرة البصيرة النورانية وهناك البصيرة الشيطانية هناك من يرى الشياطين ويرى الشعودة ويأتيوه الأسحار هذه من الشياطين هذه البصيرة الشيطانية البصيرة النورانية ترى الجن العلوي الجن العلوي وهو الجن المؤمن والملائكة وهناك من يرى الجنة بإذن الله ويرى عدد النار يعني يرى الآخرة ويرى هناك من يرى حور العين ولكن كي تصل لهذه المرتبة يجب أن تذكر الله كثيرا الذكر هو العمود الأساسي الذكر هو العمود الأساسي وتحافظ على صلواتك وقراءة القرآن تكتل من قراءة القرآن وسر الأسرار للبصيرة هو أن تغلق عينيك ركز معي أن تغلق عينيك يعني عينيك لا يروا الحرام الإنسان لا يحافظ على صلواته ويفعل المنكرات أو يرى متن شاب يرى الفتيات في الشارع فيريد أن يفتح البصيرة هذا لا تفتح له بصيرته لأن بصيرة القلب وهي البصيرة هي بصيرة القلب يجب أن تحفظ ببصيرة العين يعني يجب أن تغلق عينيك على المحرمات كلها ويجب أن تربط لسانك لا تتكلم في أعراض الناس ولا تتكلم الكلام الفاحش ويجب أن لا تسمع بأدنيك الأشياء الخبيثة الكلام في أعراض الناس أو الأشياء المدرة بالناس يعني هذه من الأسرار لفتح البصيرة يعني إن لم تتوفر فيك هذه الشروط فلن تستطيع فتح بصيرتك لن تستطيع فتح البصيرة لا جدوى بأنك تقرأ آية النور الله نور السماوات والأرض لفتح البصيرة أو تفعل ذكر أو تتقرب بالله وتريد أن تفتح بصيرتك الله يفتح البصيرة لعباده المخلصين يعني للمتقين يعني إذا أردت أن تفتح البصيرة فعليك بالتقوى التقوى ما هي؟ التقوى أنك تتقل الله في يومياتك يعني تتقل الله في عباد الله تتقل الله في الناس تتقل الله في نفسك لا تتكلم في عرض الناس لا تشاهد الأشياء الخابة لا تضيع وقتك في متاهات تضيع وقتك في ذكر الله هذا هو الأساس من أراد أن يفتح الباصرة هذه من شروط فتح الباصرة يعني يجب أن تغمض عينك كي لا تعمل قلبك بالسيئات وبالأشياء الخابة والأشياء التي تضير بالقلب وهو مفتاح الباصرة النورانية هذا كل شيء وتمنكم الخير وإلى اللقاء اشتركوا في القناة